اشتركوا في القناة انعمت عليهم غير المخضوب عليهم وله قولين لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا ولتجدن اقربهم موزة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين وغبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فافابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يوافذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يوافذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجب صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر ولا منصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون واطعوا الله واطعوا الرسول فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين واطعوا الله واطعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبدونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاطر بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نريم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به بعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام وذلك أو كفارة طعام مسكين أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وذال أمره عطى الله عما سلف ومن عاد فينفقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعام متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن خمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين جعل الله الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلار والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أوليب الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشعاء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينفعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان من غيركم أو يا أيها الذين آمنوا إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أو من غيركم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا اثنان ذو عدل منكم أواقران من غيركم أواقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان إن ارتبتم لا نشتري به فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عتر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعفدينا إما إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخاطوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واستقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتك بروح القدس تكلم الناس في النهل وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والنجين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك معوى لدرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله سمع الله لنا الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا وحيت إلى الحوارجين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائبة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناغل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائبة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت طير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا قول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال الله هذا يوم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمد عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوم ناخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاط فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل انظروا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالم wonders أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وإن يمسسك الظالم بضر إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرط عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنفركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الله ممن افترى عبد الله كذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أثمة لن يفترونه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ حفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقوا ما فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله